هسا أكو ركورد طلاب تابعوا معايا تابعوا معايا تذكرون بالمحاضرة السافة احنا تكلمنا عن مسار ذكرنا انه هذا المسار هو من المسارات الايضية من نوع catabolic pathway لانه احنا قسمنا المسارات الايضية الى ثلاث انواع catabolic اللي هو المسارات الهدمية والanabolic اللي هي المسارات البنائية وعدنا الان في للمسارات المخضرة لتجمع ما بين تذكرون احنا مسار ذكرنا انه هذا المسار يتألف من عشر تفاعلات قسمناها التفاعلات الخمسة الاولى كانت مستهلكة للطاقة وتحديدا استهلك الجزئية من الاتب والتفاعلات الخمسة المتبقية كانت منتجة للطاقة وكمية الطاقة اللي انتجتها كانت هو تسعة اي تي بي فكان الصافي انه تسعة ناقص اتنين يطلع ادنى بالمسار سبعة من جزئات الاتب طبعا هذا الكلام في حالة مش المسار في الاتجاه الهوائي الايروباكي تلايكوليسيز اما اذا كان المسار لا هوائي الايروباكي تلايكوليسيز رح نحصل بالنتيجة النهائية على جزئة الاكتة وذكرنا انه مع هذه الجزئة لا يوجد هو مختزلة بشكل ال-NAADH لأنها راح نتحلكها فيكون الصافي أدنى هو الاثنين ATP مثل ما امتحنا تذكرون بالأيام القليلة السابقة امطيناكم سؤال ما هو حصيلة ال-ATP الناتجة من تحول الكلوكوز إلى لاكتر فكانت النتيجة الصحيحة هو جزء ATM لل-ATP نواصل حديثنا هذا اليوم عن هذا المسار ونتكلم اليوم عن طريقة تنظيم مسار الكلايكوليسيس كيف يتم تنظيم هذا المسار بالمعنى أنهم متى يصبح هذا المسار لشط وكيف يكون هذا المسار خامل نعم تابعوا معايا هذا الجدول طبعا بداية لازم ننتبه أنهم طريقة السيطرة على المسار يقوم من خلال التوجيه أو التحكم بسرعة التفاعلات اللي تقوم منه تقوم بشكل غير عكسية غير عكسية يعني ما متوازنة ولهذا تلاحبون بالعنوان هنا اللي تطلب تفاعلات تكون غير متوازنة غير متوازنة يعني يحدث باتجاه واحد فقط ما هي هذه التفاعلات تلاحبون هذا الجدول يصنف لنا التفاعل رقم واحد اللي هو تحول لكلوكوز إلى لكلوكوز 6 فوسفيت هذا اللي تلاحبه أمامكم تفاعل رقم واحد تحول لكلوكوز إلى لكلوكوز 6 فوسفيت تم هذا التفاعل بمساعدة واحد من هذول العنزين اللي تشوفونه أمامكم واحد سمناه لكلوكوغاينيز والثاني هو وهذول من نوع ايزوزايم سبقا اتكلمنا عنه ايضا تلاحظون التفاعل رقم 3 يتم السيطرة على هذا المسار من خلال التفاعل رقم 3 هذا التفاعل ايضا كان من نوع irreversible يعني التفاعل غير عكسي ومشي هذا التفاعل بمساعدة الانزيم الواضح امامكم وهو انزيم الفوسفوفريكتوغاينيز 1 الفوسفوفريكتوغاينيز 1 وايضا التفاعل الاخير التفاعل رقم 10 وهو تفاعل تحول الفوسفوفينول الفايروبيت الى زي الفايروبيت وهي الـ end product لهذا المسار لمساعدة انزيم الفايروبيت كينيز ايضا رح تلاحظون اكو ادنى اكتيفيتر منشيطات و ادنى انهيبيتر اللي هي المثبتات المنشيطات و المثبتات نعم هذه رح تتحكم بمن رح تتحكم بالانزيمات رح تتحكم بهذه الانزيمات الثلاثة الوافحة يتلاحبون الإنظيم الأول وهو إنظيم كلوكوغاينز و��كسوغاينز راح تلاحبون هذا الإنظيم ينشط عندما يكون مستوى لكلكوز عالي تلاحبون بزاية的 كلوكوز connected to the glucose تعتبر محفز لنشاط هذا الإنظيم في حين تلاحبون عندما يكون الكلكوز بشكل مفسفر وحتى الفيركتوز تلاحبون بهذا الشكل الكلكوز 6-phosphate أو فруكتوز 6-phosphate تلاحبون عندما تكون جزائيع مفسفرة تلاحظون انه هذه الجزائية تأثر على نشاط هذا الانزيم يعني إذا الجزائية موجودة بشكل متفسفر وبالتركيز عالي فماك داعي انه يعمل هذا الانزيم فتعمل كمثبت لهذا الانزيم التفاعل رقم الثنين اللي هو بالحقيقة سلسل رقم الثلاثة في مسار لكليكوليسز اللي هو تفاعل تحول فريكتوز سيكس فوسبيت ما يتحول إلى فريكتوز وان سيكس داي فوسبيت لمساعدة تنزيم الفوسفو فريكتو غاينيز وان تلاحظون هذا المسار أو هذا التفاعل ينشط قد ما تكون أدنى الجزائية الانبي الانبي هي الادينو سيم وانوفوسبيت يعني هذه الجزائية جزائية تحتوي على مجموعة فوسبيت واحد هي نفس الاتبي قد ما تفقد مجموعتين للفوسبيت يعني قد ما تفقد الطاقة نعم بمعنى آخر قد ما يكون أدنى نقص بالطاقة قد ما تكون كمية الطاقة منخفضة الانبي انتبه على طلاب من تجي هذه الجزائية اللي هي الادينو سيم مونو فوسبيت مونو فوسبيت يعني محادية الفوسبيت هي المفروض تكون في الادينو سيم تراي فوسبيت يعني اي تي بي الاتبي قد ما يفقد مجموعتين للفوسبيت شوفوا الطريقة التحول الاتبي هذا قد ما يفقد مجموعة فوسبيت واحدة يتحول الى الادبي الادينو سيم داي فوسبيت والادينو سيم داي فوسبيت قد ما يفقد مجموعة الفوسبيت يتحول الى الامبي فوجود الامبي بكثرة بمعنى انه أكو فقدان لمجموعة الفوسبيت فاذن هذا مؤشر انه اذا توفره جزية الامبي هذا مؤشر على انخفاض الطاقة فهذا يحفز أنزيم الفوسفوفروكتوغاينيز 1 ينشط هذا الأنزيم أيضاً أدى جزئة اللي هي الفلوكتوز 2-6 دايفوسفيت هذه الجزئة قد ما تكون متوفرة هذه الجزئة تنشط هذا الأنزيم طبعاً هذه الجزئة رح نتكلم عنها بالتفصيل المحاضرات القادمة هذه الجزئة تخضع لتأثير هرموني الأنسولين والكوكاقون فتشوفون قد ما يرتفع تركيز هذه الجزئة ينشط هذا الأنزيم الفوسفوفروكتوغاينيز وبنفس الوقت هذه الجزئة تأثير سلبياً على أنزيم يعمل عكس أنزيم الفوسفوفروكتوغاينيز 1 هذا الأنزيم نسميه الفروكتوز 6 فوسفاتيز الفروكتوز 6 فوسفاتيز هذا يعمل عكس أنزيم الفوسفوفروكتوغاينيز يعني يرجعنا التفاعل بالاتجاه من اليمين إلى اليسار يعني يرجعنا الفروكتوز 1-6 دايفوسفيت يرجع إلى الفروكتوز 6 فوسفيت فهأعيد كلامي نتبه عليه طلاب أدنى هذه الجزيئة اللي تلاحبوها أمامكم هذه الجزيئة اللي تلاحبوها أمامكم جزيئة الفركتوز 2-6-دايفوسفيت هذه الجزيئة يكون تأثيرها إيجابي على نشاط أنزيم الفوسفا فركتوغاينيز 1 يعني تأثيرها إيجابي نعم طبعاً هذه الجزيئة يأثر بها إيجابياً هرمون الأنسولين ويأثر بها عكسياً هرمون الليكتوغاين هرمون الأنسولين وهرمون الشبع مثل ما ذكرنا عندما ينفرز هذا الهرمون يعمل على رفع تركيز هذه الجزيئة هذه الجزيئة من يرفع تركيز تأثر إيجابياً على أنزيم الفوسفا فركتوغاينيز 1 هذا بنفس الوقت تأثر عكسياً على أنزيم آخر تأثر عكسياً على أنزيم آخر يعمل أكس هذا الأنزيم وهو أنزيم الفركتوز 6-phosphatase ما هو هذا الانزيم هذا الانزيم رح ناخذه في مسار يعني مسار بناء الكلوكوز تأثر عكسيا بحيث انه استبطنا هذا الانزيم وتمنا رجوع الفريكتوز 1-6 الى فريكتوز 6 بمعنى آخر استبطنا مسار بناء الكلوكوز بمعنى آخر عد ما يكون مسار تحلل الكلوكوز نشط رح نتوقع انه مسار بناء الكلوكوز يكون خامل نتيجة تأثير هذه الجزيرة على انزيم الفريكتوغاينيز 1 ايضا هرمون الانسولين والكلوكوز مثل ما رح نلاحظ يعني بعد قليل انه لها تأثير على انزيم كلوكوغاينيز وايضا الفيروفيت كاينيز اضافة الى هذا الانزيم اللي واضح هو انزيم الفريكتوغاينيز 1 يعني كملخص مفيد هذه الانزيمات الثلاثة هي اللي تعتبر الانزيمات المنظمة لمسار الفريكوليسي نعم تلاحظون الجزيئات اللي ثبت فعالية هذا الانزيم الجزيئة اللي ثبت فعالية هذا الانزيم هو جزيئة نعم الـ ATP الـ ATP بمعنى انه تشير الى انه كمية الطاقة متوفرة ايضا جزيئة الستريت ما هي هذه الجزيئة الستريت هذه الجزيئة هي المادة الاولية اللي يبدأ من عندها مسار كريبس فاذا توفرت الستريت بمعنى انه بمعنى انه تركيز هذه الجزيئة عالية وبالتالي ماكو داعي بالحقيقة لانتاج الفايروبيت اللي رح يتحول الى أستال كواي ويتحد مع الـ ATP حتى يكون الستريت بما انه هذه الجزيئة متوفرة اذا هذا يعطي مؤشر الى هذا الانزيم المنظم انه ينخفض فعالية هذا الانزيم وبالتالي ينخفض معدل لكلايكوليس ايضا بالنسبة للانزيم الثالث الانزيم المنظم الثالث وهو انزيم الفايروبيت غاينيز تلاحظون انهم هذا الانزيم يتنشط بوجود توفرة من الفريكتوز وان سيكس دايفوس فيت نعم عندما تكون هذه الجزيئة بتركيز عالي فهذا مؤشر على مؤشر على انهم اتجاه نعم تحلل باتجاه تحلل يعني اكو حاجة لتحلل بما انه هذا جزيئة متوفرة اذا لابد انه يمشي المساعد ايضا تلاحظون هذا الـ ينخفض نشاطه مع توفر الطاقة الـ ATP والستريت الستريت مثل ما ذكرنا هي المادة الاولية اللي تنتج من اتحاد جزيئتين ثم جزيئة الـ S تال فاي والأضزالة وستريت اللي يبدأ من عنده مسار كريبس اللي راح نتكلم عنه اليوم ان شاء الله يعني ملخص مفيد لهذا الجدول ملخص مفيد اللي اريد تفهموه عن هذا الجدول واللي همني تعرفوا انه اكو ثلاث تفاعلات يقوده ثلاث انزيمات في مسار الكلايكوليسيز هي اللي تتحكم بنشاطه وعدم نشاط مسار الكلايكوليسيز طبعا لو تسألوني اي واحد من هذول الانزيمات هو الاكثر تأثير وفي تنظيم مسار الكلايكوليسيز راح يكون التواب هو الانزيم الفوسفوفريكتوكاينيز وان هذا الانزيم هو اكثر الانزيمات تأثيره على تنظيم المسار من الانزيم الاول والانزيم الاخير من عنده فكرة يعني ما هو السبب تكون هذا الانزيم هو الانزيم رقم واحد في تنظيم مسار الكلايكوليسيز هتكون فكرة اشنه هو السبب هتكون فكرة لماذا يعتبر الفوسفوفريكتوكاينيز هو الأنزيم المنظم رقم واحد لمسار على الرغم من وجود أنزيمين آخرين وهو الأنزيم الكوكوغاينيز أو الهتسوغاينيز والفيروكوغاينيز نعم دكتور نعم نعم تفضل دكتور يمكن لأنه بين العديد اللي ممكن التثبطه وجود الATP والستريت وحفزه وجود الADP يعني في حال وجود الستريت أنه يوجد الكثير من المنظمة وكثير من المنظمة بالإضافة أنه يوجد أصلا الأستريك سايت للF2-6 يعني بيسفوسفيت اللي هو كذلك يؤدي إلى وجود أيضا يعني يحفزه هذا حتى يكون الفريكتوز 1-6 بيسفوسفيت حتى يجعل أكثر ايتيبي لا هو إذا ننتبه التفاعل رقم 3 بي نفس الشي هم عندنا الATP والستريت تعتبر مغاد مثبت ما صحيح صحيح نعم أكو في هذا موضوع يتعلق بهذا الأنزيم يعني ليش يعتبر هذا الأنزيم رقم واحد في تنظيم مساء الكليكوليكو بعد منه عنده تواف نعم اسمش أنت العفوك اللي شاركي راني وليد عبد الحميد نعم راني نسمع كلام ثاني يعني جواب ثاني دكتور نعم لأن من خلال هذا دهش حايد نعم دهش دكتور من خلال هذا الأنزيم يعني تمت إضافة فيسفور ثاني ومن خلالها يعني راح نحصل على تقسيمات من بعد هذا الأنزيم تقسيمات ثانية للجزئ لا 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 ما هذا الموضوع ما هذا الموضوع أعتقد ما عدتكم فترة وحقكم طبعا لأنه ما همشينا بالمحاضرة الجواب لأنه راح تلاحظون الناتج النهائي لكل من هذه التفاعلات يعني يسا من نتكلم عن التفاعل رقم واحد الناتج النهائي هو الكلوكوز سيكس فوسفيت أيضا من نتكلم عن التفاعل رقم عشر الناتج النهائي هو لاحظون الكلوكوز سيكس فوسفيت والبايروبيت هذول أمامهم عدة اتجاهات يعني بإمكانهم أنهم يدخلون مسارات أخرى يعتبرون مواد وسطية للدخول في مسارات أخرى على سبيل المثال هذا الكلوكوز سيكس فوسفيت أمامه مسار أنه يكمل مسار لكلايكوليسيز وأمامه مسار آخر وهو مسار الفنتوزيس فوسفيت باثوي يعني بالإمكان أنه يدخل مسار الفنتوزيس فوسفيت باثوي هذا راح نتكلم عنه وهو مسار إضافي لتقويل وزيئة خلوكوز وبإمكان أنه يستمر يدخل مسار نفس الكلام بالنسبة للبايروبيت تلاحظون الناتج النهاي هذا البايروبيت البايروبيت تلاحظون نعم هذا بالإمكان أنه يتحول إلى أدة مواد إلى أدة مواد بالإمكان أنه مثلا على سبيل المثال يختزل إلى هذا طريق بالإمكان أنه مثلا يتحول إلى الأستالتوائي هذا طريق تاني يدخل لكربساكتر بالإمكان يتحول إلى الأوكزانوأستيت ويدخل مسار بناء لكلوكو أيضا بالإمكان أنه يختزل في بعض الكائنات المايكرو أرغانيزم مثلا يختزل إلى الإيثانور فأكو أدة اتجاهات يدخل بهذا ولهذا تشوفون هذا الإنزيم الذي يقود هذا التفاعل ما هو الإنزيم رقم واحد في تنظيم المثال لا ضرع لن يكون هذا التفاعل يدخل يشترك في أكثر من المثال بينما الفريكتوز 1-6-diphosphate تلاحظون هذا الناتج ما أمامه وغير أنه يكمل المثال لفلايك فلسي ولهذا يعتبر الفوسفو فريكتو قاينيز هو الإنزيم رقم واحد في تنظيم المثال لفلايك فلسي وأبحث اللاب أكو سؤال أدكم إلى أحد هذه المرحلة لدينا سؤال فلنا دكتور يعني السبب لأن الأول والعشر يعني يكون لديهم مسارات أخرى نعم يشتركون في مسارات أخرى وبالتالي إحنا ما نقدر نلزمهم مثلا إذا ثبت أو اللوكو قاينيز أو الفايروفيت قاينيز تلاحظون أنه ها بجزء اللوكو 6-فوسفيت والفايروفيت اللي كان أنه تدخل مسارات أخرى بيلم هنا الفريكتوز 1-6-diphosphate تلاحظون أنه ماكو أمامه أنه بس يكمل مسارة لفلايك أو أو عندنا طريق آخر للفريكتوز 1-6-diphosphate وهو الرجوع إلى الفريكتوز 6-phosphate وهذا لا يتم إلا بمساعدة أنزيم آخر كما للتفاعل غير عاكفي ما هو هذا الأنزيم مثل ما ذكرت هذا الأنزيم راح نأخذه في مسارة لفريكتوز 6-phosphate الفريكتوز 6-phosphate نعم يعني هسا ما أريد تعرفوا يعني هذي اللي المطالعة تأخذوها لكن إذا تنسألون مثلا إذا يجيكم سؤال multiple choice question مثلا أنه الأنزيم رقم واحد في تنظيم مسارة لفلايكوليس وأعطيكم أدة أنزيمات في المفوق تختار الفوسفوفروكتوباينيز 1 وأيضا نتخلونه بباركم هذه الجزية الفريكتوز 2-6-diphosphate هذه الجزية يكون تأثير إيجابي على هذا الأنزيم وتأثير أكسي على الأنزيم الذي يعمل أكس هذا الأنزيم وهو أنزيم الفريكتوز 6-phosphatease هذا الأنزيم هو المسؤول عن نشاط مسارة لكلايكوليسيس بينما الأنزيم الثاني اللي هو الفريكتوز 6-phosphatease هذا الأنزيم هذا راح يكون مسؤول عن تنظيم مسار الكلوكونيوجينيسي عندما ينشط هذا الانزيم ينشط مسار بناء الكلوكوز عندما ينشط هذا الانزيم الخوسفو فريكتوغانيز ستلاحظون يكون مسؤول عن مسار تحلل الكلوكوز ولهذا تلاحظون التحلل والهدم لا يحدث في نفس الوقت لأن هذا هدر للطاقة لكن لكل مسار غرفه الخاصة والحالة الفيسيولوجية التي يمر بها الجنة لانتقل للتنظيم الهرموني لمسار التنظيم الهرموني دائماً ستلاحظون نحن نتكلم عن هرمونين بالنسبة للمسارات الأيضية هم الأغلب الأكثر تأثير تلاحظون هرمون الانسولين هرمون الانسولين وهرمون الكلوكوغون نعم تلاحظون هرمون الانسولين هذا يكون تأثير إيجابي على ثلاث انزيمات على ثلاث تفاعلات التفاعل رقم واحد هذا اللي تشوفوه معكم تفاعل تحول لكلوكوز إلى كلوكوز 6-phosphate وأيضاً تأثيره إيجابي على التفاعل رقم ثلاثة نعم تفاعل رقم ثلاثة اللي يقوده أنزيم الفوسفوفريكتوغاينيز 1 وأيضاً تأثيره إيجابي على التفاعل رقم عشرة طبعاً هو تأثيره يكون على الأنزيم ما على التفاعل نحن نتكلم عن التفاعل بمعنى مقصود الأنزيم يعني رح يكون تأثيره إيجابي على كلوكوغاينيز تأثيره إيجابي على الفوسفوفوفريكتوغاينيز 1 تأثيره إيجابي على والأنسولين دائماً يدخلوا ببقى لكم هذا هذا الهرمون هو منه الهرمونات اللي تنشط عملية عدم فسفرة الأنزيم يعني يكون أنزيمات هايتكلمنا عن طريفة تنظيم الأنزيمات بالفسفرة وإزالة الفسفرة تتحول من النشطة إلى خاملة أو العكس فتلاحظون أنزيمات هاي الأنزيمات تنشط بإزالة مجموعة الفوسفير يعني نحن تكلمنا عن طريقة تنظيم الأنزيمات تكلمنا عن الأستيليت إنزيم وتكلمنا عن طريقة ثانية بالتنظيم اللي هي اللي هو طريقة الفوسفورليشن وتكلمنا عن طريقة ثالثة اللي هي مستوى الأنزيم هاي يكيد تذكروها وقت اللي تكلمنا عن رجليشن أو فانزيم يعني طريقة تنظيم فعالية الأنزيمات على عكس هذا الهرمون هرمون لوك لوكاقون هذا نسميه هرمون الجوع هذا الهرمون يعمل على تثبيت فعالية هذه الأنزيمات الثلاثة وهو من الهرمونات اللي يتساعد على عمية الفوسفورليشن الفوسفورليشن بهذا راح تلاحظون يعني المسارات الأيضية المسارات الأيضية بتأثير هذه الهرمونات الفوسفورليشن والديفوسفورليشن راح يتم تنظيم المسارات يعني وقت اللي يقول مسار تحلل البلوكوز نشط تلاحظون مسار بناء يكون خامل تلاحظو مثلا وقت اللي يكون مسار تحلل بلايكوجين نشط تشوفون مسار بناء بلايكوجين خامل فعيف عكم تنظيم هذه المسارات عن طريق هذه الهرمونات اللي يتأثر الفوسفورليشن والديفوسفورليشن لهذه الانزيمات إضافة إلى إيش إلى أنه أنزيمات ألوستيرية انزيمات ألوستيرية هذه يعني هي بحد ذات تخضع لتأثير الأكتيفيتر اللي هي المنشطات والإنهيبيتر اللي هي المثبتات وأبحث طلاب فمن يجيك سؤال مثلا الطريقة التأثير هرموني الأنسلين والكتوكاغون على مسار الفلايكوليسيز نعم الجواب هو هذا المخطط الواضح أمامكم الأنسلين تأثيره إيجابي وكتوكاغون يكون تأثيره عكسي أو سلبي نعم دكتور نعم يعني الهرمونات يعني الاثنينات يشتغل نسوا لا لكل واحد حالة الفسلجية يعني إحنا الأنسلين وقت اللي يرتفع تركيز الكتوكوز بالبلد تشوف ينطلق عندنا هرموني الأنسلين ليش لأن نذكرنا أنه الكتوكوغاينيز بالمحافرة السابقة وقت اللي سوينا مقارنة يعني الهيكسوغاينيز والكلوكوغاينيز أش ذكرنا ذكرنا أنه الكتوكوغاينيز هذا أش يعمل يعمل كسنسر يعمل كمتحسس للهيبركلاسيمي واللي سبب أنه انطلاق الأنسلين من البيت يا سبب للبنكرياس ما كلامنا هذا كان الهيكسوغاينيز هذا أمر بالعكس هذا أمر كسنسر الهايبوكلاسيمي فكل واحد لو حالة الخاصة وقت اللي ينخفض مستوى الكتوكوز تشوف الأنسل اللي ينطلق عندنا هرموني اللي يثبطنا مساء لكتوكوز يفهم الجسم أنه أنت الآن بحاجة إلى جزئة الكتوكوز فماكو داعي تسوي تحلل أنت الآن بحاجة إلى الاحتفاظ بجزئة الكتوكوز كونه هي المنصرسة بالنسبة للبنك مثل المصدر الطاقة رقم واحد الدماغ وقت اللي تشوف مثلا تركيز الكتوكوز بالبلد عالي تلاحظ أنه جسم يحاول يخفض تركيز الكتوكوز من خلال يدخاله إلى الخلايا فينطلق عندنا هرمون الأنسلين يساعد على دخول الكتوكوز إلى الأنسجة ويحدث أدنى مسار الكلايكوليسي يعني إنشط أدنى مسار الكلايكوليسي فلكل هرمون نعم انطلاق الهرمون هو استجابة لحالة فسيولوجية يمر بها الجسم تشوف مثلا هرمونات الخوف هذه أدنى يتعرض الشخص مثلا لتهديد مثلا تلاحظ أنه أدنى يهدد جسم مثلا الملاحقة من قبل كالمفترس تشوف لا إراديا يمكن نقرز عندنا هرمونات الدوباميان وهكذا فانطلاق الهرمونات هو بناء على حالة فسيولوجية مر بها الجسم نعم يعني هذا الجدول كأنه مراجع التفاعلات المستهلكة والمنتجة اللي هي الطاقة هذا ما بيشي أدنى أول تفاعلين تفاعل تحول لكلوكوز إلى كلوكوز 6 فوسفيت رح نستهلك طاقة بشكل سالب 1 ATP التفاعل تفاعل تحول لفركتوز 6 فوسفيت إلى فركتوز 1 6 داي فوسفيت أيضا هذا تفاعل مستهلك هذول التفاعلين يقعان من ضمن التفاعلات الخمسة الأولى فأيضا هنا هاي تفاعلات مستهلكة للطاقة بالمقابل أدنى تفاعلات منتجة للطاقة تفاعل الرقم 1 هو تفاعل هذا من يتحول إلى 1 3 داي فوسفوكليسيريت رح ينتج لنا 2 NADH وكل NADH يتعادل لنا 2.5 ATP فتكون محصلة 5 ATP أيضا تلاحظون التفاعل تحول 1 3 داي فوسفوكليسيريت إلى 3 فوسفوكليسيريت هذا ينتج لنا جزئتين من الATP فهو تفاعل منتج وأدنى التفاعل لخير التفاعل تحول الفوسفينول البيروبيت إلى البيروبيت رح ينتج لنا جزئتين من الATP فإذا التفاعلات المنتجة 9 والمستهلكة 2 ف9 ناقص 2 يطلع أدنى الصافي 7 ATP يطلع أدنى الصافي 7 جزئات للATP هذا بالنسبة للإي رابيك تلايك بالإي رابيك تلايك إذا تلاحظون إحنا رح نستهلك الNADH ما عدنى فتلاحظون هذه الدسعة رح ينقصها 5 فهي بالأصل رح تكون 4 ف4 ناقص 2 يطلع أدنى الصافي 2 يطلع أدنى الصافي وابحط يعني هذا كأنه مراجعة كأنه هذا الجدول يراجع لكم التفاعلات المنتجة والمستهلكة للطاق أدنى بالمحاضرة الأخيرة تذكرون الوقت اللي سألنا أنه ما هو سبب انشطار جزئات البركتوز 1-6 داي فوسفيت إلى جزئات واحدة سميناها الداي هايدروكسي أستوم فوسفيت والثانية هي الجليسيرال الديهايد 3 فوسفيت كان سؤالي في وقت لماذا أنه الفركتوز 1-6 داي فوسفيت ما يتحول إلى مباشرة جزئيتين من الجليسيرال الديهايد 3 فوسفيت السبب هذا التفاعل اللي تلاحظوه أمامكم لأنه جزئات الداي هايدروكسي أستوم فوسفيت هذا رح يستمر بنا تفاعل له علاقة بإيش في عملية تصنيع الدهون كيف يتم هذا الموضوع تلاحظون هذه الجزئات الداي هايدروكسي أستوم فوسفيت هذه الوابحة أمامكم هذه الجزئة بالإمكان اختزالها بواسط انزيم الداي هايدروكسي أستوم فوسفيت ديهايدروجينيز فتتحول إلى الـGlycerol للترايفوسفيت الـGlycerol للترايفوسفيت فالـGlycerol هذا إذا نضيف له 3 fatty acid يعني 3 مول of fatty acid 3 مولات من الأحماض الدهنية رح يتكون لعدنا الليبيد الليبيد لاشنه هو هو عبارة عن جزئة Glycerol مضاف له 3 أحماض دهنية كاربوكسيلية فيتكون لعدنا لتراي Glyceride ما هو هو عبارة عن جزئة Glycerol مضاف لها 3 أحماض دهنية في فاتيات لهذا تلاحظون مثلا أكثر الأشخاص أرضى للسمنة منهم الحقيقة هم الأشخاص اللي يتناولون وجبات غانية بالكاربوهيدرات ليش إنه الجسم من يتناول الكاربوهيدرات بالحقيقة رح يحاول يستفاد من الطاقة الموجودة في الكاربوهيدرات طبعا كل 1 جرام رح يعادل لنا 9 كيلو كيلوري يعني 9 سعرات حرارية بالنسبة الكاربوهيدرات بعد ما يستهلك الطاقة يعني يأخذ احتياج الجسم من الطاقة ما هو مصير الكاربوهيدرات طبعا نحن من نتكلم عن الكاربوهيدرات نحن على جزئة الكلوكوز نحن الكاربوهيدرات المسار أو المطاف النهائي اللي يتصل بالبلاد رح تتحول بشكل الكلوكوز الجسم بعد أن يأخذ الطاقة من الكلوكوز فإذا فاض من الكلوكوز رح يخزنه يخزنه بشكل كلايكوجين خزنه بشكل كلايكوجين بعد ما امتلعت عندنا الخزانات خزانات الليكوجين ما هو تصرف الجسم تصرف الجسم رح يبدي يحول السكريات إلى دهون يخزنه بشكل دهون كيف يخزنه بشكل دهون عن طريق هذا التفاعل يحولنا الدايهايدروكسي ستم فوسفيت إلى الكلسيرول 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 وهذا يضاف له ثلاث أحماض دهنية وبالتالي يتم خزن الدهون بالأديبوستيشوز بالأنسجة الدهنية بشكل التفاعل الكلسيرول يعني هذا تيجي هذا هو خزين خزين الليبيد خزين الليبيد بالأديبوستيشوز بالأنسجة الدهنية بينما خزين الكاربوهيدراتيش نسمي نسمي الكلسيرول الكلسيرول وأباح طلاب مفهوم أتكم سؤال إذا وعدكم سؤال راح أسألكم هذا هذا التفاعل أشي نقصه حتى يكون مكتمل دكتور نعم اي تي بي عن ناقصه أرف نفسك محمد نشوان محمد هاي وحدة عليك ليش يعني يعني هاي هذا غلط لا غلط أكيد ها اي تي بي يحتاج نشوف التفاعل ها اي نعم نعم طلاب نسمع من أدكم مش يحتاج هذا التفاعل دكتور نعم يحتاج أكسجين ايضا جواب غير صحيح انتو المفروض يعني على الشرح اللي يعني ترحته سابقا الكل هسه بجواب واحد مباشرة الكل تجاوم يعني فهذه والله يعني يعني هسه المفروض انتو بس مجرد تنظرون لهذا التفاعل مباشرة راح تقول لهذا التفاعل اش يحتاج مباشرة 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 نعم الانزيمات ومن انزيمات الاكسدة والاختزال واني هسه قبل شوية ذكرت انه هذي جزيات تختزل تختزل اش تحتاج يعني عوامل محتزن ايه اش نوع عامل الاختزال المهم عدنا هو ال-NADH ال-NADH بالتالي راح يتحول عدنا ال-NADH اذا يحتاج ال-NADH وهذا بالمقابل راح يتحول ال-NAD ال-NADH وهذا التفاعل اللي تلحفوه امامكم هو التفاعل العكسي التفاعل العكسي بمكان ال-Glycerol triphosphate هذا ال-Glycerol triphosphate بالإمكان انه يرجع مرة ثانية الى dihydroxyastone phosphate يرجع مرة ثانية بمساعدة نفس الانزيم بس مجرد انه راح يحتاج قوة مؤكسدة اللي هي ال-NAD plus تتحول الى ال-NADH وبالتالي راح تلاحظون جزية ال-Glycerol triphosphate هذي بالإمكان استفاد منها في تصنيع ال-Glycerol في مسار ال-Glycerol وقت اللي راح نعرف مسار ال-Cluconeogenesis راح نذكر انه هو عبارة على المسار يستخدم لبناء جزيئة ال-Clucose من جزيئات غير سكرية ما هي هذه الجزيئات الغير سكرية واحدة من عندها هو هذا المركب اللي تلاحظوا أمامكم هذا ال-Glycerol triphosphate هذا منين يجي هذا يجي من تحلل الدهون بواسطة انزيم اللايباز اللايباز من يحلل الدهن اشي يعطينا يعطينا 3-50 acid plus Glycerol Glycerol triphosphate فهذا بمساعدة هذا الانزيم احنا اش ذكرنا هذا التفاعل هو ايش يخلقنا linking reaction يخلقنا علاقة ما بين مسارين مسار الفلايكوليسيز و الفلايكوليسيز صح نوالا ليش ترددون يعني وافحط الله نعم ننتقل الان الى الجزء المتبقي من مسار الفلايكوليسيز طبعا احنا الى هذه المرحلة انهينا المحاضرة رقم واحد اللي هي الفلايكوليسيز رح ننتقل للمحاضرة رقم اثنين المتعلقة بال الفلايكوليسيز نعم تابعوا معاي طلاب نتكلم من عن عن مصير البايروبيت يعني هسا بالاتفاق احنا الان انهينا مسار الكلايكوليسيز من خلال تحويل جزئة الكلوكوز الى ايش الى جزئة البايروبيت تم هذا التحويل بمساعدة 10 تفاعلات التفاعل الاخير وهو تفاعل تحول فوسفوينول البايروبيت الى البايروبيت باستخدام انزيم البايروبيت داينيز اعطانه هذا الناتج النهائي هذا الناتج النهائي واحد من الطرق اللي رح يسلكه هو معروف عدكم هسا ما هو هذا الطريق اللي يجيب بالكم هسا الطريق رقم واحد اللي يجيب بالكم هسا بتحول تحول الى الاسيتالكو قبل الاسيتالكو اكو شي دائما نذكره دائما نذكره عفية هذا البيوبيت يختزل الى اللاكتات ايش وقت يختزل الى اللاكتات؟ من يكون ماكو هو يعني اللعفو من يكون ماكو أوتو ظروف اللاهواية ما تكون كمية الاكسجين فليلة وغير متوسرة مثل اي محالة اي محالة كمية الاكسجين فليلة وغير متوسرة او فليلة مثلا مثلا عدي حالة بالار بي سيز عفو لا الاكسيرسايز احنا اجذكره الهارد اكسيرسايز اللي هو حالة التمارين الرياضية حالة التمارين الرياضية ولهابة تلاحظ الرياضي اش يكون معرض الرياضي من يدي التمهين الرياضي اش يكون معرض لأي محالة فسيولوجية من يعرض يعني ليش مثلا الفريق كرة القيدهم هسا من يلعبون الفريق زين ما مباشرة اليوم اللي بعده يجي يلعب الفريق لعبة ثانية اشن السبب يمطوهم راحة اشن هي الراحة اشن سببا سبب التشنجات سبب التشنجات اللي يصاب بها اللاعبين اشن هاي التشنجات بالحقيقية اشن تفسير احنا نتكلم هسا كبايك في مصري اشن هي هاذي التشنجات سورج هذا العضلة يعني هو لا التشنجات لا يعني لا التشنجات هو تحول ال chewing to lactate lactate هذا هو الحامض اللبني ما سبعني بالower Élactive acid الحامض اللبني هذا وين يترسب بالعضلات هذا من يترسب بالخلايا العضالية اش يعمال يخفض فيها جلخلية من يخفض PH الخلية ايه معناته هذا راح يسببنا التشنج التفسير التشنج يعني احنا كبايوكي من سريد نفسر التشنج التشنج هو ارتفاع مستوى الاكتك اسد ارتفاع تركيز الاكتك اسد واللاكتك اسد هذا هو حامض فبما انه هو حامض اش راح يعمل لل PH الخلية راح يخفض PH الخلية اذا ما ينخفض PH الخلية اش راح تظهر عدنا اعراض على الجسم تظهر عدنا اعراض التشنج هذا هو التفسير ما حتى البياكمستي للتشغيل وأبحث اللغ فإذن الطريق رقم واحد الطريق رقم واحد للبايروفيت هو الآن هو Reduction of pyrofit to lactate إذن أول مصير للبايروفيت أنه أكو احتمال يختزل إلى اللاكت مع شكل إذن lactate formed by the action of lactate dehydrogenase is the final product of anaerobic glycolysis and eukaryotic cells the formation of lactate is the major fit of pyrofit in lens and polyeth of the eye, kidney, medulla chestis, leucocyte and RBC, red blood cells because these are all poorly was humanized and or lack of mitochondria تفسير هذا النصر تفسير هذا النصر نبعب الانسيجا هذه اللي دكرناها زين اللينس tonia of the eye kidney, gyla chestis, leucocyte الRBC كل هذه هي عبارة عن أنسجة تفتخر الأوعية الدموية أو أو قد تكون لا تحتوي على المايتوكوندرية يعني لا تحتوي على المايتوكوندرية مثل ذكرنا بالمثال السابق جزئة الRBC جزئة الدم الحمراء فتلاحظون الRBC هذه الجزئة تحصل على المصدر الوحيد للطاقة للRBC ما هو؟ هو مسار لClycolysis مسار لClycolysis بما أنه كمية المايتوكوندرية ما موجودة فإحنا الPyrofit هذا ما رح يدخل للميتوكوندرية حتى يؤكسد إلى الأستالكوي ويدخل لCryp Cycle ما عنده بس اتجاه واحد أنه أمامه أنه لازم يتحول إلى الاكتد يتحول إلى الاكتد وأش ذكرنا الاكتد هذا؟ أش رح يكون مصيرو أنه بالإمكان يدخل مسار بناء لClycolysis بمسار لClycolysis ويدخل في مسار بناء بمسار أيضاً نتلاحظون النص الثاني الوابح أمامكم إذن الحالة الأولى متى يتحول اللاكتيد اللاكتيد إلى اللاكتيد هذا الأنسجة هذه الوابحة أمامكم هذه الأنسجة كلها تشترك في كونها أنها فقيرة لوعية دموية أو قد لا تمتلك الميتوخندس أيضاً متى يتحول اللاكتيد إلى اللاكتيد Well, the direction of lactate dehydrogenase Reaction depends on the Relative antracelular concentration of pyrovit and lactate أيضاً على مستوى الpyrovit واللاكتيد إذن على مستوى الpyrovit واللاكتيد شوف إذا مستوى نعم الpyrovit إذا مستوى الpyrovit جداً عالي يتلاحظ أنه يتحول اللاكتيد وإذا اللاكتيد منخفض يتحول الpyrovit وهكل يعني يعتمد على تركيز هذه الجزائil طبعاً وهذا ما صحيح 100% نحن نعتمد على الريشيو الريشيو هي نسبة الـ NADH إلى الـ NAD نسبة الـ NADH إلى الـ NADH إذا ما تكون عندنا الـ NADH عالية ينتبهوا علي طلاب وتركزون على هذا الكلام و راح تكونون مسؤولين علي إذا ما تكون نسبة الـ NADH نسبتان للـ NADH عالية تلاحظون أنه الـ Pyrofit يتحول إلى Lactate ليش؟ لأن ما يكون داعي أنه نحول الـ Pyrofit إلى S-Talcoi حتى نوفر الـ NADH يعني أصلاً أنه الـ NADH متوفرة تلاحظون إذا حدث العكس أنه ها بالنسبة تكون قليلة يعني نسبة الـ NADH إلى الـ NAD Plus تكون قليلة تلاحظون أنه لا يحدث العكس أنه Lactate يتحول إلى Pyrofit والـ Pyrofit يتحول إلى S-Talcoi لأن هذا التحول اللي هو تحول الـ Pyrofit إلى الـ S-Talcoi راح يكون مصحوب بتوليد القوة المختزلة الـ NADH الـ NADH أيضاً يعتمد على نوع النسيج إذا كان مثلاً إحنا ذكرنا بالمحابرات السابقة وفي اللي اتلمنا على أنزيم Lactate Dehydrogenase ذكرنا أنه هذا الأنزيم هو يكون بالشكل Isozyme Isozyme يعني يمتلك خمس متماثلات شوف واحد من المتماثلات Isozyme 1 موجود بالـ Heart مثلاً Isozyme 5 هذا موجود بالـ Lever ذكرنا أنه مصير نعم فعالية Lactate Dehydrogenase بهذه الأنسيج أنه يحولنا Lactate إلى Pyrofit تذكرون هذا الكلام أيضاً ذكرنا أنه Isozyme 2 و 3 و 4 هذولة وين يكونوا موجودين بالعضلات فقلنا Pyrofit العضلات يميل إلى أن يتحول إلى H إلى Lactate فإذن تحتمد أيضاً على نوع النسيج إذن أولاً نقطة الأولى الأنسجة الفقيرة بلوعية الدموية والميتوكوندرية هذه تميل إلى تحويل Pyrofit إلى Lactate النقطة الثانية يعتمد على نسبة NADH إلى NAD بالنسيج إذا كانت عالية فإذن يتحول Pyrofit إلى Lactate وإذا قليلة يحدث العقل أيضاً نعتمد على نوع النسيج إذا كان نوع النسيج Heart Liver أو مصل لاحظون بالHeart Pyrofit القلب يتحول إلى S-Talcoi بالLiver أيضاً Pyrofit يتحول إلى S-Talcoi أو بالإمكان راح تشوفون مصير ثالث أنه يتحول إلى ستية حتى ينصنع الكلوكوز يأن الكلوكوز يصنع بالنسيجين بالليبر والكدني أيضاً إذن انتبهوا عليه طلاب بس تركزونه ويايا هذا الكلام جداً مهم ودقيق بس ركزوا ويايا بالنسبة Pyrofit Pyrofit Heart هذا مصير أنه ما عنده غير يتحول إلى S-Talcoi ويدخل إلى Crips cycle Pyrofit القلب يتحول إلى S-Talcoi ويدخل Crips cycle بالنسبة Pyrofit هذا أيضاً بالإمكان أنه يتحول إلى S-Talcoi ويدخل لCrips cycle أو بإمكانه أنه يضاف له جزئة CO2 يعني جزئة ثانية أكسيد الكاربون فيتحول Pyrofit إلى Oxyloacetate والOxyloacetate هذا يستفاد منه في تصنيع جزئة الكلوكوز بمسار لكلوكو نيوجينيسيز تون الليبر هو من الأنسجة المهمة في تصنيع جزئة الكلوكوز وفح Pyrofit العضلات هذا عد ما يكون الظرف لا هو يتحول إلى Lactateate وعد ما يكون الظرف اعتيادي الجسم مسترخي يدي وعجباته بشكل طبيعي تلاحظون أنه بالإمكان أيضاً يدخل لك Rebs cycle بالإمكان أيضاً يدخل لك Rebs cycle أو مثلاً في حالة ستمرين رياضي يتلاحظون يتحول إلى Lactate يعني يمشي بالمسار وابحة الآن الصورة طلاب أدكم سؤال بالنسبة لهذه الفقرة اللي فقرة التحول أو اختزال ال Reduction of Pyrofit to Lactate وابحة أشو وقت يتحول Pyrofit إلى Lactate أكو سؤال إذا ما كو سؤال يعني يقولوني ما كو سؤال لا أظل وابحة نعم دكتور أدكم سؤال الآن هسا زين آني أسألكم هسا Pyrofit اللي براج مصير يتحول الأسيتات كو يدخل بالكريبس أو ينضف لسيوات يتحول أكزال أسيتات يستخدم بتصنيع جزائيات كلوكوز أفيا رسول ماء نعم أفيا نعم وابحة طلاب إذن ننتخل يعني طبعا إذا تشوفون التفاعل هذا وابحة معكم حتى تتوضح الصورة إنه تحول تحولات ما بين Pyrofit إلى Lactate تشوفون إنه من يتحول Pyrofit إلى Lactate أشي راح نعمل نختزل يعني نحتاج قوة مختزلة بشكل NIDA شوفوا التفاعل إذا نختزل نحتاج NIDA إذا نأكزد يعني العكس نحول Lactate إلى Pyrofit نحتاج إلى قوة موكسلة NIDA وهذا التفاعل من يقوده يقوده بالأكز 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 والبقية تكون ساعدة بالعضلات الحيث شوفين هذا السؤال اللي هو إنه التمارين الرياضي الشديد السبب الشنجات يجيك سؤال أعطي تعليل أو سبب فواضح أمامكم نكسس سايزين سكلة المصل ال NIDA تزيد تاكس دائف كباست تاكس يعني كمية ال NIDA الناتجة تفوق قابلية السلسلة التنفسية أشن نقصد بقابلية السلسلة التنفسية بالله ما تفسروا لهذا الكلام أشن مفروقكم لهذا الكلام يعني هذا ال NIDA تزيد تاكس دائف كباست تاكس نعم نعم أرف نفسك وجاوب دهش آي دكتور لأن بال نستخدم NADH يعني بأعداد طبيعية ومناسبة نحاول ننتج من عنده ATP بس هسه صار جهاد بالعضلة جهاد يعني كبير بهاي الحالة راح إنتاج ال NADH يكون كبير وما راح تلحق يعني بالضبط بالضبط يعني العضلة السلسلة التلفزية ما راح تلحق تستفاد من قوة ال NADH ليش لأن إمكانيتها تكون محدودة أنه راح تستقبل عدد من جزيات ال NADH طبعا لا تستقبل الجزيات للعلم هي تأخذ الإلكترونات التي تحملها هذه الجزيات حتى تختزل تنفسية فتشوف عد ما يفوق كميات ال NADH الناتجة عد ما تفوق قابلية هذه السلسلة التنفسية للاستفادة من الإلكترونات التي تحملها الجسم مش راح يعمل ما عنده غير أنه يحول ال NADH إلى NAD من خلال تحويل جزية ال Pyrovate إلى Lactate يعني يبدأ يختزل من ال Pyrovate يحوله إلى Lactate حتى يقلل نسبة NADH يعني يستخدم ال NADH وهنا راح تنخفض عدنا نسبة ال NADH نعم ها باش راح ينتج انتبه علي هذه النتيجة هذه النتيجة من هنا تابعويا هذه النتيجة أن ال NADH إلى NADH ratio L favoring reduction of Pyrovate to Lactate وهنا يفضل الجسم أنه أشي يعمل يختزل ال Pyrovate إلى Lactate Therefore during intense exercise خلال التمرين الرياضي نعم الشديد Lactate accumulates in muscle أنه يحدث أنه تراكم Lactate هو نفسه Lactic Acid يعني هو بس Lactic Acid من يتأين يفقد الhydrogen يحمي الشحنة سالبي نطلق عليه Lactate يعني كأنه نقول Lactic Acid هذا أش راح يحدث له أنه يتراكم بالعضلة causing a drop يسببنا خفض ال P-H وهذا يسببنا التشنجات فهذا هو تفسير التشنجات أنه ارتفاع تركيز Lactic Acid بالعضلة اللي يخضونا ال P-H وبالتالي يحتفقدنا التشنجات وأضحط الله طبعا هذه الحالة تعتبر حالة طبيعية يعني نسبة Lactic Acid راح يكون ضمن ال range يعني الأتياضي يعني يعني هذا التمرين الرياضي هو هو حالة طبيعية لكن احنا أدنا حالة نسميها Lactic Acidosis حالة Lactic Acidosis طبعا هذا الكوري سايكل تفسير هذا الكلام أنه ال P-H يتحول إلى Lactate والLactate يرجع مرة ثانية عن طريق وسائل Cluconeogenesis يبنينا جزئة الكلوكوز وجزئة الكلوكوز تدخل مرة ثانية Clycolysis حتى تنتج 2 ATP هذا نسميه الكوري سايكل هاي تاخدوه هومور الكوري سايكل تاخدوه هومور طبعا أنتو بالنسبة المفروض يعني هسا رسخ بذهانكم ما هو الكوري سايكل الكوري سايكل هو عبارة عن مسار يحدث ما بين نسيجين ما بين العضلات والليبر في العضلات ينتج عندنا البيروفيت اللي يتحول إلى Lactate وهذا اللاكتate يغادر العضلات يدخل إلى الليبر يرجع مرة ثانية البيروفيت والبيروفيت يدخل مسار الكلوكونيوجينيسيز يبنينا جزيئة الكلوكوز بعد هذا الكلوكوز يغادر الليبر يرجع مرة ثانية إلى العضلات وبالعضلات يمشي عندنا مسار وهكذا يصير عندنا سايكل يصير عندنا سايكل هذا سايكل هاش نسميه نسميه الكوري سايكل فهذا هام تاخدوه هامورت طبعا أنا رح رسل لكم الواجب بشكل يعني ورقة زين ورد تجاوبون على نفس الورقة واللي ما يقدر يجاوب على نفس الورقة بالمكان يرسله بس أريد الإرسال على الصف على الصف لأنني بصراحة أتطلع على الواجبات وأرجع أسجل إكسات على القلاب اللي ما يبعت فهذا بنهاية السنة أو ونهاية الفصل الأول رح يجي كل طالب نجمع الإكسات مالتو شفت كم إكس ما شاء الله رح ياخذ وعلى ظل مني أنطي درجة لا بعد يعترض يقول دكتور هاي الدرجة مال في ناخصة أو هذا لأنني كل طالب هسا مسجليهم أكو طلاب لحد الآن محاصنين على إكسين طبعا الهومورك المحاضرة اللي راحت بعد ما شفتوا أحتمال هذون مرشحين يعني يأخذون ثلاثة أكسات ما شاء الله أكو طلاب من البداية ببالوا يعني أنا من أنطي الهومورك الشكل عبث يعني هذا كله جهد للطالب بصراح كله جهد للطالب ويسجل الثاني عندي خائمة كل طالب أشقد ناقش يعني تصورون هاي المحاورة أنا أرجع لها كل طالب أشقد ناقش كل طالب أشقد ناقش إن شاء الله ما عندي طالب يعني يروح جهده لا أبد الطالب يأخذ حقه إن شاء الله نعم دكتور نعم نعم صدر دكتور في حالة التمارين الرياضية والجهد يعني دائما يكون إذا يعني بداية التمارين الإنسان يكون بداية التمارين يعني بس بأول فترة أول ثلاثة يام أربعة يام يكون يعني عليه جهد وتشنج بعدها يكون دكتور يعني هنا الريس بريتري كان بهاي الحالة يعني أخذت مسار إنه على هذا الجهد وصارت تنتج يعني NADH وألكترونات تحرض أكثر لا هو دائما مع أي جهد يتولد أدنى اللاكتك أسد مع أي جهد يتولد أدنى لكن نشوف من المتعود يعني بهاي الحالة هم يتعرض الجهد بس هو لا إراديا ما يشعر بالتعب لا إراديا ما يشعر بالتعب وإنما اللاكتك أسد موجود هو لكن هو صار عنده يعني كأنه صار عنده تعود إنه جسمه ما يشعر يعني أصبح أمر التشنج مسألة طبيعية بالنسبة للرياض تلاحظ أم لا هو نسبة اللاكتك أسد يقول مرتفع نعم أي تمرير رياضي يقود إلى إيش إلى ارتفاع مستوى اللاكتك أسد ليش لأن ارتفاع اللاكتك أسد وابح نعم دكتور شكرا احنا هنا أكو حالة ما تعود للتمرين الرياضي يعني ما حالة حالة غير طبيعية قدنا حالة غير طبيعية أشنو هاي الحالة الغير طبيعية نتبع عليها حالة اللاكتك أسيدوسيس ستيل أو نسميه الأوكسجين ديكت ستيل حالة التكيف لنقصان الأوكسجين هذه الحالة هي حالة مرضية تحدث ببعض الأشخاص اللي يعانون من بعض المشاكل مثل احتشال عضلة القلبية مثلا والموناريم اللي هو انسداد الرئوي حالة اللي هو حالة النزيف الغير مسيطر عليه مثلا حالة الشوك اللي هي الصدمة تشوفون هنا كمية الأوكسجين اللي تصل إلى النسيج تكون جدا قليلة فهنا الجسم رح يصطار أنه يتكيف الهاب الوضع كيف يتكيف الهاب الوضع أنه الفايروبيت اللي رح ينتج منك لايكل اساس يصطار يحوله إلى اللاكتك أسد هذه الحالة حالة مرضية نكتشفها طبعا بالحالة السريرية من قيس مستوى اللاكتك أسد بالبعض تشوفون ارتفاع في مستوى اللاكتك أسد ولهاب تشوفون ارتفاع مستوى اللاكتك أو حتى اللاكتك أسد كبراميتر كمتغير يتم قياسه في حالة الشكل بأحد هذه الحالات فإذا كان مرتفع فهذا جزم على أنه نعم هناك نعم 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 أكو جزم على أنه حالة اللاكتك أسد اللي حالة ارتفاع مستوى اللاكتك أسد وهذه الحالة جدا خطرة اللي هو قد ما تكون يعني حالة مزمنة يعني ما مجرد تمرين رياضي ويزول نعم حالة تزول بعد أداء تمرين رياضي لا هنا أشخاص يعانون من نقص تروية النسيج نقص الأوكسجين بالنسيج مثل ما ذكرت هذه الحالات فهذه الحالة نسميها اللاكتك أسيدوزز أو الأكسزن ديبت وابحط يعني هنا هاي حالة مرضية ما لها علاقة بالتمنى يعني من يكون الشخص يعاني من هذه الحالات المرضية راح تلاحظون يرتفع عنده مستوى اللاكتك أسد اللي يسبب خفض البياج بالخلية وهذا إذا ما تم السيطر عليه بالحقيقة هذا أمر جدا خطير طلاب عندنا سؤال إلى حد هذه المرحلة بالنسبة لمصير الفايروفيت المصير الأول وهو التحول إلى اللاكتك أسد أكو سؤال أعطكم سؤال طلاب أكو شي تريدو أنتو استفسرون عليه عفون دكتور نعم دكتور بها الحالة يعني النقص تروية بالنسيج يعني هذه الشي يعني بسبب شنو يعني تكون هاي الحالة هو سبب أنه ما يصل كمية كافية من الأوكسجين للنسيج اللي سببه مثل هنا احتشال عضلة القلبية انسداد رئوي وجود نزيف غير مسيطر عليه ينتقل من ويننقل الأوكسجين للأنسيج هو الهيموغلوب في هاي الحالات راح تأدي إلى إيش خفض كمية الأوكسجين المنقولة للنسيج نعم وابحة شانا شانا نتكلم عن مصير البايروفيت يعني نحن ننتبه جزية البايروفيت المصير رقم واحد بالإمكان تتحول إلى اللابتات المصير رقم اثنين وهو المصير اللي هو الاستمرار في أكسد جزية الفلوكوز يعني بعد ما ينتج البايروفيت هذا راح نعمل راح يؤكسد ويزال منه مجموعة ثانية أكسيد الكاربون النقطة اثنين الوكسديتف ديكاربوكسيليشن أوبايروفيت هنا الوكسديتف ديكاربوكسيليشن أوبايروفيت يعني نقص التحول البايروفيت إلى جزية الأستال كوي يتحول عندنا البايروفيت البايروفيت يتحول إلى الأستال كوي إلى الأستال كوي يتحول البايروفيت إلى الأستال كوي بمساعدة أنزيم اسمه البايروفيت ديهايدروجينيز البايروفيت Dehydrogenase وهذا من نوع Complex Enzyme هاشنه هي الComplex Enzyme هاي سبق نطيتكم هي واجب مني يعرف انه الComplex Enzyme هاشنه هو الComplex Enzyme نعم Complex Enzyme دكتور نعم الComplex Enzyme يعني يحتوينا على جزء بروتين ونانو بروتين النانو بروتين ممكن يكون النقو انزيم لا لا احنا بوقتها ذكرتولكم نطيتوكم مثال الComplex Enzyme نطيتوكم اكو انزيمات نسمية الانزيمات المعقدة نطيتوكم يا همر هاشنه هي الانزيمات المعقدة عفون دكتور يعني عرفي بنفسي شو جاوب بروتين دا عمر نعم دكتور يا الانزيمات المرتبطة بالSubstant يعني يعني شوف انتو ليش ما تجابون يعني اللي انه معناته الهمورك اللي تبعثو يعني بس مجرد انه اسقاط فرض يعني من ابعث الهمورك استفسر اعرف اشنه هو الموضوع المفروض كل اللي بيعته الهمور المفروض هسه من اسل ما هو الComplex Enzyme المفروض لكل تعرف الComplex Enzyme هو ايش هو المجمع الانزيم المعقد المجمع الانزيم المعقد اشنه هو المجمع الانزيم المعقد يعني معناته اكو اكثر من انزيم موجود يساعد على تحول المادة الاساسي الاناتج اكثر من انزيم ومجمع انزيم يعني على سبيل المثال البايروبيد دي هيدروجينيز هذا هو عبارة عن ثلاث انزيمات وخمس مساعدات الانزيم يعني ما انزيم مفرد واحد الComplex Enzyme الانزيم المعقدة يعني هي مجموعة من الانزيمات تعمل في مسار واحد لتحويل مادة الاساس الاناتج ما انزيم واحد اكثر من انزيم وكل انزيم يحتاج مساعد انزيمي بمعنى اخر الComplex Enzyme هو اكثر من انزيم واكثر من مساعد الانزيم هالشكل مثال عليه هذا اللي ده اتكلم لكم عنه وهو انزيم المسؤول على تحويل الفايروبيد تحويل الفايروبيد المصير الاسيتالي الى الاسيتال الى الاسيتال الى الاسيتال هذا يتم بمساعدة انزيم اسمه الفايروبيد دي هيدروجينيز الفايروبيد هذا الانزيم راح تلاحظون بالمحاضرات القادمة هو عبارة عن مجمع انزيمي يتألف من ثلاث انزيمات وخمس مساعدات الانزيم ثلاث انزيم ثلاث انزيم فهذا التفاعل تحول البايروبيت الى الاستالكوي هو عبارة عن تفاعل اكسدا وازالة مجموعة ثانية اكسدا وازالة مجموعة ثانية اكسدا ولهذا نقول نتبعوا على هذا المخطط طلاب نتبعوا على هذا المخطط الفايروبيت هذا شوفوا هنا هذا المخطط يوضح لكم الاتجاهات اللي يتوجه لجزية الفايروبيت لاحظون اربع اتجاهات اربع اتجاهات راح اشر له الاتجاه الاول هذا اللي ذكرنا انه يتحول الى اللافتية تشوفون الاتجاه الثاني يتحول الى الاستالكوي الاتجاه الثالث يتحول الى الاوسالكيك والاتجاه الاخر يتحول الى اي ثانوات ولهذا ذكرنا انه هذا الانزيم البسؤول على التفاعل رقم عشرة لا يعتبر الانزيم من منظم رقم واحد لمساعد الاتجاه الثالث يتحول الاتجاه الثالث يتحول الاتجاه الثالث يتحول الى الاستالكويه فتشوفوا لعدنا انزيم thi-carboxylase مسؤول عن نزع ثاني او کاركون ووقدنا انزيم eenzaya الترانز أستال اللي هو مسؤول عن نقل مجموعة الأستال لانه البيروبيات تتحول الى أستالكوي أنزيم آخر ناقل مجموعة الأستال ولهذا البيروبيات الديهydروجينيز هو عبارة عن إيش هو عبارة عن 3-Enzyme plus 5-Co-Enzyme plus 5-Co-Enzyme ولهذا إذا جيك سؤال مثلا ليش يعتبر الـ Pyro بيدي Hydrogenic Complex Enzyme فالجواب لأنه consist of 3-Enzyme plus 5-Co-Enzyme واضحا إذن المصير الثاني للـ Pyro وفيت أنه يتحول إلى S-Tarkoi وهذا الـ S-Tarkoi يدخل إلى مسار Crips يدخل إلى مسار Crips ما هي عدد جزيئات الـ ATP الناتجة من دخول S-Tarkoi إلى دورة Crips هاي ذكرتوها بالمحاضرة السابقة مني ذكرنا كم هي عدد جزيئات الـ ATP الناتجة من دخول S-Tarkoi إلى دورة Crips يعني كل جزية S-Tarkoi كم هي عدد جزيئات الـ ATP اللي تحميلها 24 دكتور لا يعني طلاب اللي حضرتم محاضرة يوم الأربعاء الـ S-Tarkoi ما هي عدد جزيئات الـ ATP اللي يحملها جزيئة الـ S-Tarkoi دكتور 10 عفية 10 جزيئات 10 جزيئات 10 جزيئات كل جزيئة S-Tarkoi تتحول إلى 10 جزيئات من الـ ATP يعني هسا احنا نتوقع أنه جزيئة الـ S-Tarkoi من تدخل لـ Crips cycle رح يتمطينا 10 جزيئات الـ ATP انتبهوا عليه طلاب انتبهوا عليه هسا هابل رح أوجه لكم سؤال رح أوجه لكم سؤال طالب اللي يجاوب على هذا السؤال رح أضيف له درجة على المعدل رح أضيف الدرجة على المعدل ركزوا معي ما هي عدد جزيئات الـ ATP ما هي عدد جزيئات الـ ATP الناتجة من دخول أو أكسدت مول واحد من جزيئة اللي يكون في مساري اللي يكون اللي يكون اللي يكون أريد الـ ATP أشقد رح أقول 17 دكتور لا عيني دكتور 36 آني أشوف اللي جاوبني رح أطالبه يفسر لي ترس نعم الطالبة اللي يكرتي 36 اذكر يسمش وفسري للنتيجة مين جيت هاي 36 يلا دكتور عهد مصطفى نعم أحشي لناشي أنصار 36 دكتور كل جزيئة 3 fructose أول شي 6 fructose رح تنشطر تصير يعني 2 جزيئة 2 من fructose كل 3 fructose لا تحشيلي على fructose لا ما هالشغل لحشيلي من البداية لحشيلي من البداية جمعينا الـ ATP ناتجة من دخول لكلوكوز من يدخل الكلايكوليسيز ويتهي بالكربسيز وبعد ما ينتهي الكربسيزيز حسو بيلي الـ ATP 2 ATP يربحة طاقة من التحليل السكري هذه أحشيلي على المحصلة أحشيلي على المحصلة يعني قليل دكتور الفلوكوز من يطلع من الكلايكوليسيز بالمسار الهوائي رح ينتج 7 جزيئات ATP ما تمام؟ نيتش أحشيلي تمام دكتور أثنين راح أكون راح أكون راح أكون راح أطاقة الدكتور من الكلايكوليسيز بالسايتوفلاس لا تفسريلي هي لا تفسريلي أكون دكتور بس الشكل أحشيلي كما سار لا لا هي نفس الطالبة لا أريد أن تجاوب نفس الطالبة تمام دكتور 7 من الأول شي راح ينتج دكتور 12 من كل دور تكريبس 12 يعني 24 و7 راح ينتج 22 و32 لا ما صحي لا لا ما صحي ما صحي طالب الثاني اسمك عرف نفسك دكتور دهش عائد نعم دكتور 34 يلا أشتن طلعتها إلى 4 أول 5 تفاعلات استهلكنا 2 ATP لا تحشيلي لا تحشيلي على الفاعلات تحشيلي أنت كمسار حتى الطلاب يفهمون تحشيلي كمسار قل لي من أنت هنا ما ليك لا يكلفين المسار الهوائي المسار الهوائي المسار الهوائي انتجنا 7 ATP ككل و لكننا لدينا جزائي 2 يعني 7 في 2 14 جوابك جوابك ما صحي ننتقل غير طالب دكتور نعم مصطفى جوابك ما صحي و بأضافة 2 2 2 2 2 5 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 مع البيروفات البيروفات أشف اضافنا 5 ننطينا 5 ننكجزية البيروفات بنتينا 2.5dm تقول تقول سبعة زايد خمسة هاي الخمسة من ينجد هاي الخمسة اي تي في من ينجد من الراس بايرت ويشين هي كله من الراس بايرت من سستة تقلع لكي ترعنات لا يعني لا دكتور لافو دكتور و هسا احنا انتبه عليه انتبه عليه انتبه عليه انا اريد طالب يفسلي النتيجة بشكل منطقي كلما مثلا يحشيلي قل لي سبع جزيئات بالكلايكوليسز انتهينا بجزيئة البايروبير بعدين نضيف لكذا من تحول كذا الى كذا بعدين من دخلات اشكل اريد واحد يفسليها طبعا انا انتهت دكتور بس اريد واحد يفسليها ان شاء الله يعني راح اسجلوا انهم مشاركة دكتور 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 ممكن نعم العفو اللي داي حشي هسا منه بس عرف نفسك وحشي محمد عبدالله سليمان نعم محمد دكتور بالبداية جلوكوز يتحول الى بايروفيت ينتجنا سبع ATP تمام زين وبعدها من يتحول بايروفيت الى ينتجنا ثلاثة ATP في ثنين يعني ينتجنا ستة وهناك عدنا سبعايش قد صار 13 صح وبعدها يتحول الاسيتاني الكوعي يتحول الى اوكزالو اسيتاني محمد عبدالله ما راح اخليك تكمل ما راح اخليك تكمل تعرف ليش ليش انه حشيت لي شغلة انا ما ذكرتها تمام دكتور شغلة انت احتمدت على معلوماتك مع المستنصرين تمام نسمع كلام انتبهوا عليه طلاب انتبهوا عليه طبعا زميلكم حش الكلام يعني هو طحيح دا يجمع نعم بس اكتشفت انه كأنه ما متابع محاضرات شغلوا عليه طلاب لا فو دكتور متابع بس يعني مجرد اعتمدت على المعلومات اللي عندي معلومات اللي عندي احنا احتبرنا كل جزئة الناي دي ايج ما تعطينا ثلاثة اي تي في هذا المصدر قديم المصدر حالي يتشير الى انه الناي دي ايج تعطي ثنين ونصف اي تي في تلاحظ فعني بالمحاضرات غيرت سويت الثري اي تي في للان اي دي اي اصبحت اثنين ونصف هسا العلم يشير انه كل الان اي دي اي جاء اثنين ونصف اي تي في مع ثلاثة فجزئتين كأنه فرق واحد من الات كلامك صحيح يعني احنا انتبهوا عليه طلاب بالكلاي كوليسيز حصلنا على سبع جزئات اي تي في فساعدنا سبع الناتج النهائي للكلاي كوليسيز اشكان كان هو الفايروبيت الفايروبيت مصيره حتى يدخل للكريف سايكل لازم يتحول الى استالكوي جاء لحنا كم جزئة بايروبيت انتجب بالكلاي كوليسيز جزئتين بايروبيت ليش لان احنا بدينا بسد درات كاربون وانتهينا بتلافق فمعناته كل جزئة تكلوكوز تعطينا جزئتين بايروبيت هاي الجزئتين بايروبيت تعطينا جزئتين استالكوي ماهي شي هاي الجزئتين اذا معناته عدنا احنا مولين من الـ NADH الناتج من تحول الـ Pyroبيت الى استالكوي ما مول واحد يعني احنا بهذا المصير اذا تلاحبون هذا الواضح ماهي عادة جزئت الـ NAD اللي تحولت الى NADH هي مول واحد ولكن احنا عدنا جزئتين من الـ Pyroبيت راح تحطينا جزئتين من استالكوي فاذن عدنا احنا جزئتين من الـ NADH فاثنيا فيه ثنيا ونص خمسة واحنا عدنا سبعة من الكلايكوليسيز اصبح عدنا 12 ATP مع الشكل هاي 12 ATP زين احنا ذكرنا هسه كل جزئت S تالكوي تدخل للكرب سايكل راح تعطينا عشرة احنا عدنا جزئتين اثنين فيه عشرة عشرين عشرين زايد اثنائش اشهد راح يطلع الناتج اثنين وثلاثين ATP عشرين زايد اثنائش اثنين وثلاثين ATP فاذن عدنا جزئت الـ ATP الناتجة من دخول مول واحد او اكسدت مول واحد من الكلوكوز حتى يتحول الى ثاني وكسيد الكاربون لانه تعرفون مصير اي جزئة تحرق بالاكريب سايكل راح تعطينا ثاني وكسيد الكاربون الكلوكوز راح يحرق الى وناتج الحرق لأي مادة عضوية هو ثاني وكسيد الكاربون هو الطاقة وثاني وكسيد الكاربون فكمية الطاقة راح تعادل اثنين وثلاثين ATP واضحا هل تكون سؤال طلاب لا دكتور نعم شكرا محمد انت هم ان شاء الله راح اضيف لك بلس على المشاركة انت جاوب الصحيح لكن كان نقطة ضعفك بصراحة انهم اعتمدت على الNADH ذكرت انه هي ثلاثة هي بالحقيقة ثاني ونصف نعم بس انتجت ان هاي معلومتك قديمة هل دكتور نعم ممكن بس تعيد الـ 12 ATP بس يعني عشرة عرفناه بس الـ 12 سبعة من الكلايكوليسز سبع جزيئات من الكلايكوليسز نضيف لخمس جزيئات من تحول الفايروبيت الى أستالكوي لذكرنا انه هاي العملية تحول الفايروبيت الى أستالكوي راح ينتج بي ثنين من الانايد لانه احنا قدنا مولين من الفايروبيت تحول الى مولين من الأستالكوي وعدنا اثنين اي ديج كل اي ديج هي اثنين ونصف في اثنين راح يطلع عدنا خمسة وضاف للسبعة وعدنا اثنان 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 اي تي بي زين عدنا جزيئتين من الأستالكوي فكل جزيئة راح تعطينا عشرة من تدخل الكريب سايتل فإذا راح يصبح عدنا اشرين اشرين زايد اثنان اثنان اثنين وثلاثين اي تي بي مجموعة الكلي لأكسدة مول واحد من الكلوكوز في مساري سايكوليسيز والكريب سايكول راح يعادلنا الاثنين وثلاثين اي تي واضحة نعم دكتور شكرا نعم إذا نرجع نعم نرجع إلى المصير الاخر يعني هسه هذا المصير الثاني هو ايش هو دخول جزيات اللاBERV ved إلى المايتوكوندرية وتتأكسد تتأكسد في المايتوكوeleration إلى جزيات تتأكسد ويزال منها مجموعة ثاني أكسيد الكربون تتأكسد ويزال منها زيات ثاني أكسيد الكربون تتحول إلى الاس تال كواي والاس تال كواي هذي راح تدخل الكريب سايكل ومن تدخل الكريب سايكل راح تعطينا طاقة مقدارة عشرة اي تي كل مول يعطينا عشرة يجب إذن المصير الثاني للبيروهيت إنه يدخل لكريب سايفل المصير الثالث طبعا بالمناسبة قبل ما أنتقل للمصير الثالث يدخلوها ببالكم نحن راح نتكلم عن موضوع الفيتامينات لاحقا إن شاء الله يتحتاج إلى الفيتامين بي ون الثامين بايروفوسفير لعفو دكتور انقطع الصوت شوية ممكن بس تعيد المصير الثاني للبيروهيت مثل ما ذكرنا إنه يدخل لكريب سايفل يدخل لكريب سايفل فيتحول البايروفيت من يدخل للميتو كوندرية يتحول إلى الأسيتال كوي هذه العملية عملية تحول البايروفيت إلى الأسيتال كوي هي بالحقيقة عبارة عن إيش oxidative decarboxylation يعني أكسدة وإزالة لمجموعة ثانية أكسيد الكاربون أكسدة وإزالة لمجموعة ثانية أكسيد الكاربون وتتم هذه العملية بمساعد أنزيم معقد تعالى إيش نسميه؟ سميه الفيروبيت ديهايدرجينيز الفيروبيت ديهايدرجينيز وهذا الأنزيم ليش معقد؟ لأن عبارة عن ثلاث أنزيمات إضاف ل 5 كو أنزيمات إذان 3 enzyme plus 5 co enzyme راح نتكلم عننا بس هذا إن شاء وحط اللغ طبعا دكتور وتخلوه لببالكم أهم فيتامين يجينا بالأوكسيدياتي في كاربوكسيليجين يعني عندما تكون عملية الأكسدا وإزالة الثانية أوكسيدي الكاربون حاضرة في أي تفاعل لا يخلو التفاعل من وجود فيتامين البيوان اللي هو الشكل الفاعل له تايمين بايروفوسفيت تايمين بايروفوسفيت لهذا راح تلاحظون فيما بعد نقص هذا البيتامين اللي هو ثايمين بايروفوسفيت البيوان نقص هذا البيتامين يقودنا إلى متلازمة متلازمة بيرنين هذه المتلازمة اللي هو نقص كمية الـ ATP الناتجة بالبرين وبالتالي يقود إلى مشاكل بالجهاز العصابي المركز نقص فيتامين البيوان هذا راح يؤدي إلى خفض فعالية أنزيم البايروفيت ديهايدروجينيس كون هذا البيتامين مهم جدا لفعالية أنزيم البايروفيت ديهايدروجينيس طبعا هو ما أنزيم مثل ما ذكرت هو مجمع أنزيمي مجمع أنزيمي معقد نعم يتألف من أكثر من أنزيم و أكثر من مساعدة إذن المصير الأول هو تحول البايروفيت إلى اللاكتات المصير الثاني هو دخول البايروفيت إلى دورة الكريبس بعد ما يتحول إلى جزئة الأستر الآن المصير الثالث هو كاربوكسيليشينا نعم دكتور كان عندي مشكلة بالزوم معرف بالرابط فما جنت أقدر أدخل قبل شوي هسي الله دخلت بس ممكن تعيد من البايروفيت إلى اللاكتات لأن من جبته بالانتحان ما عرف تجاوب عليه صح هاي بعدين منتابعيني الفيديو اللي نحن عدنا وقت حسيا قرأ المحاضة تمام ماشير كنت نعم متابعين الفيديو إن شizin الله راح تعدakin إن شاء الله نعم إذن المصير الثالث الآن نتكلم عن المصير الثالث اللي هو الكاربوكسيليشينا كاربوكسيليشينا المصير الثالث أمام الكاربوكسيليشينا يضاف له جزئة ثاني أكسيد الكاربون يضاف له ثاني جزئة ثاني أكسيد الكاربون الفايروفيت هذا يضاف له جزئة ثاني أكسيد الكاربون فيتحول إلى مركب الأوكزالو أسيتيت الأوكزالو أسيتيت طبعا هذا الأوكزالو أسيتيت بالإمكان أنه يلعب دور مهم في تصنيع جزئة الفلوكوز بعد ما يتحول في مسار الفلوكو نيوجينيس في مسار الفلوكو نيوجينيس الأوكزالو أسيتيت هذا يرجع يتحول إلى فوسفوينول البايروفيت لمساعدة أنزيم اللي هو الفوسفوينول البايروفيت كاربوكسيكاينيز هذا راح نأخذه في متاع فهذا نستفاد منه في تصنيع جزيات البلوكولز ولهذا اش ذكرنا ذكرنا انه بايروفيت الكبد بايروفيت الكبد أمامه طريقين الطريق الأول يأما يدخل بمعنى انه راح يروح يسلك هذا الطريق رقم 2 المصير الثاني او ذكرنا انه البايروفيت يستفاد منه في تصنيع جزية البلوكوز عن طريق هذا التفاعل وانه يضاف له ثاني وأكسيد الكاربون ويتحول الى أوكزال وأسيتيت حتى يستفاد منه في تصنيع جزيات البلوكوز ومثان البلوكو couleوجن ستشوفون هذا التفاعل في السلائد القادم تظهر عليه المصير الثاني انه البايروفيت هذا الواضح أمامكم البايروفيت البايروفيت يتحول الى أوكزال وأسيتيت إضاف له جزئة ثانية أكسيد الكاربون طبعاً الإنزيم اسمه الكاربوكسيل الإنزيم اسمه الكاربوكسيل نعم وأيضاً هو يحتاج إلى الطاقة الكاربوكسيل نعم ودائماً بالكاربوكسيل نحتاج يا فيتامين هاي سبقاً ذكرتوه سابقاً يا فيتامين نحتاج بعملية الكاربوكسيل أش نحتاج مساعد أنزيمي مساعد أنزيمي مع عمليات الكاربوكسيل أش ذكرنا يا أنزيم بي ون لا ما بي ون البي ون بالعكس إذا لك هاني أكسيد الكاربون الثايمين بايروفوسفيد قبل اللحظات إذكرت أنه الأكسيد يبدي كاربوكسيل تحتاج مساعد أنزيمي اللي هو اللي هو الاتفايمين بايروفوسفيد الكاربوكسيل想 أكسل ثامين بايروفوسفيد أكسل كاربوكسيل أكسل كاربوكسي دي كاربوكسيل فالكاربوكسيل أنزيمي استخدمنا لبي ون الكاربوكسيل أش نستخدم طلاب هاي سابقاً ذكرتوه سابقاً P7 اللي هو البيوتين نعم البيوتين نحتاج البيوتين ذكرنا بوقتها فروقات ما بين الديكاربوكسيليشن والكاربوكسيليشن ذكرنا انه نحتاج البيوتين نعم حتى بوقتها ذكرت لكم ما عدا اكو فيتامين واحد ايضا يدخل في عامية الكاربوكسيليشن بوقتها وقلت لكم هذا خاص بعوامل التخسر يا بيتامين هذاك بيتامين كي بيتامين كي نعم طبح طلاب المصير الثالث البايروفيت المصير الثالث يتحول الى الاوكزال المصير الرابع انتبه علي هذا ما يحدث لدى الانسان هذا بالمايكرو اوغانيزم بالياس بالبكترية مثلا تلاحظون بهذا التفاعلات انه يختزل الى جزاية الاثانون طبعا هو من يختزل راح يمر بالتفاعل التفاعل الاول ايضا يفقد ثاني اوكسيد الكاربون وشوف انتبه حتى اتأكد لكم كلامي شوف انتبه هنا البايروفيت تبعوا على هذا التفاعل تبعوا على هذا التفاعل اللي هو تحاول البايروفيت الى الاثانون شوف اول مرحلة فقد ثاني اوكسيد الكاربون يا مرافق انزيمي جاي طول هذا الثايمين بايروفوسفيت الثايمين بايروفوسفيت قبل شوية انتبعوا بالاوكسدياتي فاذا بالديكاربوكسيليشن نحتاج الى ثايمين بايروفوسفيت بالكاربوكسيليشن نحتاج العكس نحتاج الى البيوتين كمساعد ينزيد البايروفيت بعد ان يفقد ثاني اوكسيد الكاربون يتحول الى الأسترديهايت بعدها يختزال يختزال بواسط الأسترديهايت وباستخدام القوى المختزلة بالن اي دي ايج يتحول الى اللي ثانو فاذا كملخص مفيد كملخص مفيد البيروفيت أمامه أكثر من طريق البيروفيت أمامه أكثر من طريق الطريق الأول للبيروفيت نعم اللي نستخدم نعم الطريق الأول للبيروفيت في الفايروفيت الطريق الأول يتحول إلى اللاكتيت وهذا له ظروف نعرفها شميع الطريق الثاني يتحول إلى الأستالكوي للأستالكوي الطريق الثالث يتحول إلى الأوكزالو أستيت وطريق الرابع هذا ما موجود لدى الإنسان موجود بالكائنات الدقيقة يتحول إلى جزئة الإيثانول يتحول إلى جزئة الإيثانول هذا هو بالحقيقة ملخص ملخص لحول نعم المصير البايروفيت اللي هو الـ End Product of Cliocholitis الـ End Product of Cliocholitis هذه النقطة نأتي إلى نهاية موضوع الـ Cliocholitis مسار و الـ Cliocholitis هل تكون طلاب أي استفسار عن هذا الموضوع؟ نعم دكتور نعم تفضل دكتور دكتور بس لو من يتحول الـ NAD القوة المختزلة أو القوة المؤكسدة الـ NAD إلى NAD H أو الـ NAD H إلى NAD يعني دكتور بهالحالتين يعني ننتج 2.5 ATB لكل جزئة لو فقط من الـ NAD H إلى الـ NAD فقط عندما تكون بشكلها المختزل ليش؟ لأن احنا قلت لك نتعامل مع الـ إليكتورونات ما نتعامل ويا جزئات احنا اللي دي يحدث بالـ respiratory chain هو عبارة عن نقل للإليكتورونات بهذا نسميها سلسلة نقل الإليكتورونات respiratory chain السلسلة التنفسية لها تسمية ثانية اللي هي سلسلة نقل الإليكتورونات سلسلة نقل الإليكتورونات يعني احنا هنا دي نختزل الأوكسجين نختزله حتى يصبح جزئة ماء هذه العملية اللي اختزال هذي من أوكسجين حتى يصبح جزئة ماء هذه نسميها الـ respiratory chain سلسلة التنفسية اللي بها عدد من البروتينات مرتبة حسفة وفي جهدها من العالي للواطن اللي يختزل بها الأوكسجين إلى جزئة ماء وليهذا احنا ما نتعامل مع جزئة الـ نحنا نتعامل مع الإليكتورونات التي تحملوا هذه بتعامل مع الإليكتورونات التي تحملوها لهذا ولهذا تلاحظ أنه الـ نكتبه بلاص بلاص يعني يحتاج إلى إليكترون وإلى ذرة هايدروجين حتى يتحول إلى ناد أي هو ناد يحتاج إليكترون ويحتاج ذرة هايدروجين هاي الإلكترون والهايدروجين نش نسميه الهايدراود أي آي هي الهايدراود أي пис واضح؟ نعم شكرا دكتور دكتور؟ نعم بالتفاعل السادس من إقلايكوليسيز إحنا إنت حضرتك ذكرت إنه كل تفاعل يكون راح يحتاج coenzymes تكون شكلها يعني مؤكسة صح لو ما صح؟ تفاعل تحول Fructose 1-6-Diphosphate أي مش شرح أكو 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 جملة ذكرت إنه الناد H منتحول العفو الناد منتحول إلى ناد H بعدها لازم العفو الناد H منتحول إلى ناد بلس لازم يرجع يتحول إلى ناد H مرة ثانية مع الألم إحنا ذكرنا إنه الأنابوليك باثويس هي تحول إنه الكون من الـ 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 واضح سؤالي دكتور؟ لا لا ما واضح إحنا أنزيمات الـ الـ هذه أنزيمات أكسدة واختزلة اللي ذكرت هذا اللي ذكرت هذا هاي الأنزيمات بما أنه هي أنزيمات أكسدة واختزال اللي حدد طريقة إذا كان أخت اختزال فهو دخول الـ ناد H تلاحظ يعني دخول الكوينزام بشكله المختزل حتى يتحول إلى الشكل المؤكسد وإذا كان أكسدة فيدخل العامل المؤكسد بشكل ناد حتى يتحول إلى الشكل المختزل الـ ناد H هذا اللي ذكرت يعني ما عدنا أنه الـ 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 يعني أشن الغاية من حصول هذا يعني هنا المحصلة الـ يعني ما عدنا هنا محصلة فهذا عبث هذا ولهذا الهدم والبناء ما يحصلون بنفس الوقت وإذا يحصلون بنفس الوقت لازم كل واحد فيه نسيب وهذه تحدث حاله نعم نعم دكتور بالشرح أكو جملة مذكور بيها أنه الـ ناد بلس يتحول إلى ناد H تمام نعم هذا بأش وقت أش وقت هذا بيعتفال بالتفاعل سادس أوكي بعدين يرجع الـ ناد H لازم بعدين يرجع الـ ناد H يتحول إلى ناد عن طريق طريقتين الذكر موجودة بالشرح اليوم إن شاء الله أصور لك إياها ودزلك إياها بالغروب من المناقشة نطلع الـ تفاعل رقم ستة تفاوية تفاوية أشن سؤالك اسمعني محمد نعم السؤال نعم السؤال نعم السؤال دكتور نعم من التفاعل السادس ينتج أنه ناد H صح لو ما صح نعم نعم تمام دكتور بس مذكور بجملة بالشرح انه لازم هذا الناد H يرجع يتحول الى الناد بلس حتى يكمل السلسلة شنو الغاية من هذا الامر لا عيني لا احنا ما ذكرنا هذا الكلام ذكرنا انه الـ Glyceraldehyde 3-phosphate هذا يتحول الى 1-3-bis phosphoglycerate وذكرنا انه اكو مواليا من هاي الجزئيات يتحول الى مواليا بالمقابل اكو جزئيات بس ذكرنا بحالة الـ Anaerobic glycolysis في حالة المصير اللاهوائي هؤلاء الجزئيتين الناتجة من الـ 2-NADH راح نستخدمها في اختزال جزئية الـ Pyrobate الى Lactin هتلاحظوا شون هاي الحالة فذكرنا انه محصلة القوى المختزلة الـ NADH هين راح تساوينا صفر بس يبقى بطريق اللاهوائي جزئيتين من الـ ID هذا اللي ديتر بكتور آسف المقاطعة راح أقرالك الجملة because there is only limited amount of NADH plus in the cell the NADH formed by this reaction must be oxidized to NADH plus for glycolysis to continue two major mechanism for oxidizing NADH are NADH linked conversion of Pyrobate to Lactate Fyrobate الى Lactate ما عدد أقل لك نزال الفyrobate نزال الفyrobate الى Lactate هين استخدمنا هاي الـ NADH حتى نختزل الفyrobate ما احنا اجذكرناك ذكرناه في حالة انه انا اي ربك ما عدنا محصلة للـ NADH ولهذا الطاقة ساوينا 2-NADH ليش ما عدنا لأن احنا اختزلنا الفyrobate نفسه اختزلناه الى Lactate باش استخدمناه استخدمنا هاي القوى اللي نتجد بهذا التفاعد اللي هي قيمتها 2-NADH استخدمناها حتى نختزل الفyrobate الى Lactate فمعناته ما عدنا الـ NADH ما عدنا نايدية فاش باقينا باقينا جزئية من الـ NADH تمام شكراً لكتور قلاب الى هذه النقطة إذا ما عدكم سؤال ننهي محافرة للهذا اليوم نكمل إن شاء الله المحافرة القادمة نتكلم عن the Rift Cycle محافرة دكتور مكون سؤال بس دكتور يعني لو صاغ أنه مثلاً قلة بإنتاج البايروفيت أشنو التأثيرات اللي حساعتنا مثلاً على الجسم هي التأثيرات طبعاً أي مادة وسطية هو طبعاً يعتبر مادة وسطية مثل ما ذكرت مهمة ومهمة جداً راح تشوفون إنه البايروفيت اللينكينغ ما له يعني هاي الجزئة تشتبك مع أكثر من مسار تدخل في بناء هي ناتج نهائي للكلايكوليسي هي مادة تدخل في تصنيع البلوكوليسي راح تلاحظ إنه البايروفيت من يتحول إلى أستالكوي يدخل الأستالكوي هذا يدخل في مسار بناء الأحماض الدهنية زين راح تلاحظ إنه ناتج تحول راح ناخذ مركب اسمه الماليت إلى بايروفيت راح ينطينا القوة المختزلة للناي دي بي اج ن اي دي بي اج هذه قوة مختزلة مهمة جداً في تصنيع الأحماض الدهنية راح تلاحظ إنه البايروفيت بالإمكان إنه هو يعتبر حامض كيتوني فبالإمكان إنه يتحول إلى حامض أميني بعد ما يتفاعل مع حامض أميني آخر يسبب إنه يعني يعني فعلاً جزئة البايروفيت مركب وسطي مهم جداً مهم جداً ولهذا ذكرنا إنه مسار لكلايكوليسي إضافة إلى أنتاج الطاقة يستخدم يستخدم في تزويد المركبات الوسطية اللي تدخل بتفاعلات البناء نعم جزئة البايروفيت جزئة جداً مهمة جزئة جداً مهمة وراح تلاحظ إنهم ما كوا مسار يخلوا من ديتر هاي المركبات هذا المركبات دماغ دكرة شكراً أدنا بعد سؤال طلاب دكتور آسف ليند أسأل هواية بس آخر سؤال بالنسبة للواجب الأخير ممكن توضيح سريع يعني إحنا كنا الطلاب اللي حلوا الواجب عرفوا إنه التحول راح يؤدي إلى بس يعني يعني نجهل السبب ها قصدك على على تكون جزئة الـ 2-3-Diphosphoglycerate نعم دكتور هادي طبعاً هم هم راح نذكرها إن شاء الله ولو إحنا عبرناها أعتقد هي شوف انتبه علي نعم خلص سؤال ها بالجزئة الـ 2-3-Diphosphoglycerate تحمل شحنتين سالبة تحمل شحنتين سالبة هادي تنجذب إلى جزئة الـ هيموغلوبين اللي راح يحدث للميوتيشن يستبدل بها حامض أميني السيرين اللي هو يكون عديم الشحنة بحامض أميني اسمه الهستادين طبعاً هذا راح أحكي لك الأمر بالتفصيل الهستادين هذا يحمل شحنة موجبة لأنه حامض أميني قاعدة الحامض الأميني القاعدة تشوفوا يحمل شحنة موجبة فبقلب جزئة الهيموغلوبين راح يكون هناك شحنة موجبة هاي الشحنة الموجبة راح تجذب هذا المركب اللي يحمل شحنتين سالبة جذب هذا المركب اللي يحمل شحنتين سالبة راح يجعل من جزئة الهيموغلوبين أقل تمسك بجزئة الأكسجين لأنه الهيموغلوبين راح يكون هنا بشكل أكسيهيموغلوبين من يكون أقل تمسك بجزئة الهيموغلوبين هنا راح يسبب أنه قلت اجتذاب جزئة الهيموغلوبين للأكسجن وبالتالي يمنح الأكسجن للنسيج بسرعة يعني تكون جزئة الهيموغلوبين الأقل قابلية للاحتفاظ بالأكسجن هذه الحالة تنفع منه الحقيقة؟ تنفع البرغنانت ويمان لأنه البرغنانت ويمان تتشارك بالأكسجن مع الجنين الجنين ما عنده هذا المركب الـ 2-3-diphosphoflicerate بالتالي راح تلاحظ أنه من يلفظ الأكسجن من قبل هيموغلوبين الأوم راح يكسبوا منه هيموغلوبين الجنين أيضا يستفيد من هذه الظاهرة الطيور بالمرتفعات العالية تلاحظ أنه هناك نقص لكمية الأكسجن فيحدث الدابتيشن أنه تكيف يستبدأ الحامض الأميني السيرين هذه مش نحنة بالحامض الأمين الهستدين في قلب جزئة الـ 2-3-diphosphoflicerate وبالتالي ينجذب هذا المركب الذي يحمي الشحنة سالبة إلى قلب جزئة الأكسجن ومن ينجذب إلى قلب جزئة الأكسجن راح يشعر القلب يحمي الشحنة سالبة فسالب مع سالب لجزئة الأكسجن يحدث تنافر وبالتالي يكون جزئة الـ 3-diphosphoflicerate أقل قابلية للاحتفاظ أو الامساك بجزئة الأكسجن فيحدث تتلاحظ يعني يقلل affinity of hemoglobin toward oxygen هذا هو اليكتور يعني وضحتوها بس سطرين الاخرين يعني اعتقد موجودة يمكن بالمحاوض وضحتوها لأنه تقلل قابلية الhemoglobin للإحتفاظ بالأوكسجين بس ما ذكرت هاي الحالات الفيسيولوجية اللي هي الـ pregnant women مثلا الطيور بالمكتفعات العالية بس ذكر للهالات الفيسيولوج اللي هي المرتفعات العالية واوحة طلاب ايه واضحة دكتور شكرا لاب ادنا سؤال آخر طلاب نكمل بالمحاضرة القادمة ان شاء الله الكريب سايتل فيمان لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة